غيبت أزمة وباء كورونا مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في العاصمة بغداد خصوصا بعد أن فرضت السلطات حضرة جوال شامل طيلة أيام العيد وأغلقت كافة المحال التجارية وقيدت حركة المواطنين بمنع التزاور بينهم والاختلاط تخوفا من انتقال العدوى عيس سعيد ومبارك يا رب ينعاد على العراق والعراق خالي من الكورونا خالي من الفساد خالي من كل منظرات الحياة لهذا الشعب الراقي اللي تعب كثيرا الشعب يستحق الحياة شعب ضحى كثيرا ورغم ما فرضته السلطات المختصة إلا أن عدم الالتزام بالحضر أربك الأوضاع وأدى إلى انتشار سريع للعدوى خلال الأيام القليلة الماضية ما دفع المواطنين إلى المطالبة بتجديد الإجراءات المتبعة نتمنى من الحكومة اتخاذ إجراءات صالمة بحق المخالفين الذين يخرقون حضر التجوال منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد والعراقيون يجسدون معاني التكافل الاجتماعي عبر إطلاق مختلف المبادرات الإنسانية وفي هذا السياق قامت بعض المؤسسات الخيرية بتوزيع كسوة العيد على مجموعة من الأطفال الأيتام وذلك عبر إقامة بازار خيري بهدف زرع الفرحة التي غابت عن نفوس هؤلاء الأطفال ظروف الحضر جائحة كورونا أن الأسواق مقفلة فسوينا بازار مجاني للأطفال ويجون الأطفال يتبضعون منه وانقيس لهم يأخذون الملابس ومستلزماتهم الأساسية حسب كل طفل وقياساته ويعني تكون هي هذه كسوة العيد حتى يفرحون بها بالعيد فشفنا أن هذه هي مبادرة دخل الفرحة والمسرة إلى قلوب أطفالنا وبعد سنوات من الحروب والفساد التي تسببت في تراجع الواقع الصحي في العراق تكافح السلطات للحد من تفشي الوباء في ظل نظام صحي متهالك وأهمال لإجراءات الحضر والتباعد الاجتماعي